على صعيد متصل أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان وليعهد أبو ظبي نائب القايد لعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات صنعت بحكمة مؤسسيها نهجا متفردا لها وبقيادتها الرشيدة خطت خطوات واسعة على طريق التمييز والريادة وقال سموه بمناسبة الإعلان عن تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة إن تشكيل مجلس القوة الناعمة رؤية عميقة لاستثمار رصيد منجزاتنا في تعزيز أطر التواصل مع شعوب العالم وتكريس مسارات التقارب الإنسانية